السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير وأهلا بكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الثاني الإتدائي في مادة اللغة العربية النهاردة هنشرح مع بعض القصة بعنوان أنا أستطيع هنبدأ شرح معاكم مادة اللغة العربية الطرقة بسطة جدا وسهلة قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو أنا بقدم لحضراتكم معلومة بسطة ومفيدة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلوكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من عرض المادة هحلي معاكم أسئلة وأهم القواعد النحوية لو حضرتك أمه أول مرة تشرح المادة لولادك أو لو حضرتك مدرسة وأول مرة تدي درس إن شاء الله تستفادي معي الدرس بعنوان أنا أستطيع في بداية الدرس في فناء المدرسة وقف المعلم ليفطار من التلاميذ فريقا لقرات القدم كلمة أنا خلينا نحل للدرس كلمة 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 أنا أول حاجة ضمير متكلم ضمائر متكلم أنا ونحن كلمة أستطيع معناها أقدر ومضادها أعجز كلمة في بحرف جر كلمة فناء معناها مكان واسع كلمة المدرسة في هلام قمرية وكلمة المدرسة بتنتهي بتاء مربوطة وكلمة اسم جمع كلمة المدرسة المدارس وقفهم ضدها جلسة المعلم جمعها المعلمون ليختار من التلاميذ فريقا لقرات القدم كلمة ليختار دي فعل مضارع متصل في لام التعليل ولسه هناخد شرح لام التعليل في اللي دي بيكون عبارة عن لام دي تتصل بالفعل المضارع وبيكون أبلها فصلة منقطة ومن حرف جر والتلاميذ لام شمسية وكلمة التلاميذ فهمت دي بلياء ومفرد التلاميذ التلميذ كلمة فريقا فيها تنوين بالفتح لقرات القدم وكلمة القدم في هلام قمرية نقول مرة تانية في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار من التلاميذ فريقا لقرات القدم اختار المعلم التلميذ آدم كلمة اختار فعل ماضي المعلم قلتلكوا جمعها المعلمون التلميذ جمعها التلاميذ لكن آدم قال وكلمة قال مضدها سكتة أعتذر يا معلمي لا أحب أن أكون سببا في الخسارة ومعنى كلمة أعتذر معناها أتأسف يا معلمي أسلوب نداء لا أحب وأحب مضدها أكره كلمة سببا فيها تنوين بالفتح كلمة الخسارة مضدها الهزيمة كلمة الخسارة معناها الهزيمة ومضدها الفوز نشوف الفقرة اللي بعدها قال المعلم أنت نشيط وماهر يا آدم وتستطيع تحقيق الفوز كن واثقا كلمة أنت ضمير مخاطب ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن كلمة نشيط فيها تنوين بالضم كمان كلمة ماهر فيها تنوين بالضم وتستطيع معناها تقدر ومضدها تعجز تحقيق كلمة الفوز معناها النصر ومضدها الهزيمة كن واثقا معنا كلمة واثقا معناها متحمسا ومضدها مترددا بعد كده هنشوف الفقرة لأبل الأخيرة نظر آدم فرأى صديقه أذين يحرز هدفا في السلة ومعنى كلمة نظر معناها رأى فرأى صديقه أذين يحرز معنا كلمة يحرز معناها يسجل أو يحقق هدفا فيها تنوين بالفتح كلمة السلة جمعها أستلال تحمسها آدم وقال أنا أستطيع سأحاول ومعنى كلمة تحمسها معناها تشجع كلمة أستطيع قلناها كتير وركزوا عليها كلمة مهمة معناها أقدر ومضدها أعجز وكلمة سأحاول معناها سأجرب تعالوا ناخد مع بعض الأسئلة المهمة على الدرس وأهم المعاني اللي لازم تحفظوها حتى لو المعاني كتير معنا في الدرس لازم نحفظ المعنيين أو ثلاث معاني علشان نضرب ولادنا على حفظ معاني الكلمات بطرقة بسطة وسهلة عندي أول حاجة كلمة أستطيع معناها أقدر كلمة مهمة كلمة فناء معناها ساحة كلمة اختارة معناها فضلة كلمة أعتذر معناها أتأسف كلمة الخصارة الهزيمة كلمة نشيط معناها خفيف الحرقة كلمة واثقا معناها متأكدا كمان كلمة يحرز معناها يسجل كلمة تحمسها معناها تشجع وكل معاني الكلمات اللي معلما لكم عليها معاني مهمة جدا لازم أولادنا يحفظوها علشان يكونوا متدربين علشان حضراتكم عارفين إن الكلمات دي بتقرر معنا بعد كده علشان لما نيجي نذاكر في سنة ربعة وفي سنة خمسة إن شاء الله ما تاخدوش مجهود في حفظ معاني الكلمات الكلمة ومضادها عندي مضاد كلمة وقفة جلسة وقالة سكتة وأحب أقرأ وصديقها عدوة والخصارة الفوز ونشيط كسلان وأستطيع أعجز وماهر فاشل وواسقا مضادها مترددا وركزوا في الكلمة ومضادها في الكلمة دي عشان مهمة تعالوا نشوف الكلمة وجمعها جمع كلمة نشيط نشيطون كلمة مهمة ركزوا عليها جمع كلمة هدفا أهدافا كلمة مهمة السلاء السلال وتعالوا بقى ناخد مع بعض هم الأسئلة اللي موجودة على الدرس أنا مش بطلب منكم أنتم تحفظوا الأسئلة دي ولا حاجة لكن أنا بقولكم أنتم لازم تردوا الأسئلة دي على ولادكم ولادكم يبدأوا يجاوب بالأسئلة دي من خلال فهمهم للدرس أين وقف المعلم؟ وقف المعلم في فناء المدرسة لماذا وقف المعلم في فناء المدرسة؟ ليه المعلم وقف في فناء المدرسة؟ ليختار من التلاميس فريقا لكرة القدم ما موقف آدم من اختيار المعلم له ولماذا؟ آدم عمل إيه لما المعلم اختاره ولماذا؟ هنقول اعتذر آدم عن المشاركة في فريق قرة القدم ولماذا لأنه لا يحب أن يكون سببا في الخسارة بما وصف المعلم آدم قال له أنت نشيط وماهر يا آدم وتستطيع تحقيق الفوز من الذي أحرز هدفا في السلة كان زين ماذا قال آدم لنفسه بعد إحراز زين للهدف فحمس وقال أنا أستطيع سأحاول ماذا طلب المعلم من آدم قال له أن يكون واثقا من نفسه تعالوا بقى نحلم مع بعض أهم أسئلة على الدرس بطرق سهلة برضو أول سؤال بيقول لي فكر وعبر عن الصورة بجمل من إنشائك أنا جبت جمل بسيطة وسهلة اعتبروا السؤال ده زي سؤال تعبير كده ما تسبوش السؤال وحلوه علشان يبقى سهل وتبقوا متعودين على كتابة التعبير أول حاجة أنا أحب كرة القدم فريقي نشيط وماهر ويستطيع تحقيق الفوز فاز فريقي في مباراة كرة القدم جمل بسيطة وسهلة وتقدروا تكتبوا جمل أجمل من جمل اللي أنا كتبتها دي كمان بعد كده عايزني أجيب معنى الكلمات وجايب لي اختار المعلم التلميذ آدم ومعنى كلمة اختار معناها فضل آدم تلميذ نشيط ومعنى كلمة نشيط معناها خفيف الحرقة أخي ماهر في لعب القرى ومعنى كلمة ماهر معناها دارع أنا أستطيع الجري بسرعة ومعنى كلمة أستطيع معناها أقدر كن واثقا من الفوز دائما كلمة واثقا معناها متأكدا رأى آدم صديقه زين كلمة رأى معناها شاهدة معنى كلمة يحرز معناها يسجل مضاد أستطيع أعجز مفرد التلاميذ التلميذ جمع كلمة فناء أفنية أحرز زين هدفا في السلة اختار المعلم التلميذ آدم أين وقف المعلم في فناء المدرسة أسئلة سهلة ويريد تخلوا أولادنا يجاوبوا عليها من نفسهم لماذا اعتذر آدم للمعلم لأنه لا يحب أن يكون سببا في الخسارة من الذي أحرز هدفا في السلة كان زين قال المعلم لآدم أنت نشيط اختار المعلم فريقا لقرات القدم هل وافق آدم على الاشتراك في المصابقة كانت الإجابة لا آدم لا يحب أن يكون سببا في الخسارة أحرز زين هدفا في السلة فيكمل معكم بقية الأسئلة مش أنسيب ولا سؤال في الكتاب علشان يبقى معكم شرح الكتاب كامل على القناة صديقي ماهر في الرسم تحمس حسام الاشتراك في المصابقة كن واثقا بنفسك أنا أستطيع ركوب الدراجة الفقرة اللي بعد كده جايب لأول فقرة من الدرس في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار من التلاميذ فريقا لقرات القدم اختار المعلم التلميذ آدم لكن آدم قال أعتذر يا معلمي لا أحب أن أكون سببا في الخسارة استخرج من الفقرة السابقة معنا كلمة ساحة معناها فناء مفرد المدارس المدرسة مضاد الفوز الخسارة مضاد مد بالألف عندي كلمة فناء والحرف الممدود هو حرف النون الحرف الممدود هو الحرف الذي يصبك المد اللام قمرية عندي كلمة الخسارة ممكن أقول كلمة المعلم مد بالياء عندي كلمة التلميذ الحرف الممدود هو حرف الميم كلام شمسية عندي برضو كلمة التلميذ وممكن أقول كلمة التلاميذ برضو لام شمسية عايز مد بالواو عندي كلمة أكون والحرف الممدود هو حرف القاف تنويم بالفتح عندي كلمة سببا حرف مشددا كلمة المعلم ممكن تختاروا أي كلمة تانية في القطع قدامكم وكمان بعد كده فعل مضارع قلت كلمة اختارة فعل ماضي عفوا قلت كلمة اختارة فعل مضارع قلت كلمة يختار بعد كده أجب لماذا وقف المعلم في فناء المدرسة قلنا لسؤال كتير ليختار من التلاميص فريقا لكرة القدم لماذا اعتذر آدم للمعلم لأنه لا يحب أن يكون سببا في الخسارة وبعد كده جايب لي حلل الكلمتين إلى مقاطع صوتية الحرف الفاء لوحده والمد والممدود مع بعضه والهمزة على السطرة كلمة سببا حقسين لوحدها والباء لوحدها والباء المنونة مع بعضها في مقطع واحد السؤال اللي بعد كده عايزني أضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة وقف المعلم في الفصلة لاختيار الفريق الإجابة خاطئة المعلم ما وقفش في الفصلة طبعا المعلم موقف في كناء المدرسة اعتذر آدم عن المشاركة مع الفريق الإجابة صحيحة اختار المعلم التلميذ زين الإجابة خاطئة قال المعلم لآدم أنت نشيط وماهر الإجابة صحيحة بعد كده جايب لي الجزء الخاص بالقواعد النحوية ودي أول حاجة علينا طمار المتكلم أنا ونحن أنا بتيجي مع المفرد المذكر والمفرد المؤنس أنا معلم أنا طبيب أنا طبيبة أنا معلمة ونيجي بقى على نحن ونحن دي بتيجي مع المسنى المذكر والمسنى المؤنس نحن معلمان نحن معلمتان وبتيجي مع الجمع المذكر وجمع المؤنس نحن معلمون ونحن معلمات سهل جدا ضمئر المتكلم ما تنسوهاش أنا ونحن أنا أستطيع تحقيق الفوز نحن نستطيع تحقيق الفوز أنا أحب وطني نحن نحب وطننا أنا أحافظ على مدرستي نحن نحافظ على مدرستنا أنا أشرب اللبن نحن نشرب اللبن اقرأ الكلمات وعيزني أضع أنا ونحن أنا معلم أفهم عامل كلمة نحن هاختر لها كلمة طبيبات مهندسان كلمة نعمل دا النشاط رقم به بعد كده كمان جايب لي لاحظ وجايب لي كل جزء ده خاص بالنحوة أنا أجلس في المكتبة كلمة نحن نحن نتناول طعام الإفطار نحن نحترم الكبار أنا أتكن عملي عبر عن كل صورة مما يلي مستخدم أنا ونحن أنا أركب الضراجة نحن نلعب في الحديقة أنا مهندس بعد كده أنا ألعب مع أصدقائي نحن نمارس الرياضة أنا أكتهد في مذاكرتي نحن ننظف الشقرع بعد كده رتب لتكون جمل أنا أقرأ القصة نحن تلاميذ مكتهدون أنا أزور أقاربي نحن نتصابق في الفناء شارك وعبر عن كل صورة بالجملة المناسبة أنا ألعب القرى الولد يعوم في البحر تلميذ يقرأ في الكتاب بعد كده جايب لي آخر حاجة وده عشان نبقى وقفين بقى على درس توماس إيدسون آخر تقديم عندي بيقول لي جايب لي فقرة خارجية خالص وعايزك تبدأ تحل الأسئلة على الفقرة دي وجايب معاني كلمات موجودة في الدرس إن نصقة الإنسان بنفسه تعد مهمة ومفيدة وهي تساعد الإنسان في جميع جوانب حياته داخل المنزل وفي أماكن العمل والعلاقات مع الآخرين استخرن من الفقرة معنى كلمة تعتبر معناها تعد مضاد كلمة ضرة مفيدة مفرد المنازل المنزل جمع كلمة جانب جوانب لمقمرية عند كلمة العمل فعل مضارع عند كلمة تساعد مد بالألف عند كلمة الإنسان أو ممكن أقول للعلاقات أو ممكن أقول كلمة أماكن أو ممكن أقول كلمة جوانب كل دي كلمة فهمة دي بالألف مد بالياء عندي كلمة جميع ضمير عندي كلمة هي ضمير غائب وضمائر الغائب هو وهي وهما وهم وهنا كلمة بهتاء مفتوحة كلمة العلاقات كلمة بهتاء مربوطة كلمة مهمة أو ممكن أقول كلمة مفيدة كل دي كلمات فهتاء مربوطة بعد كده ضع علامة صحة أو علامة خطأ الثقة في النفس تساعد الإنسان على النجاح طبعا الإجابة صحيحة الثقة في النفس تكون في أماكن العمل فقط طبعا الإجابة خطأة ما فوائد الثقة بالنفس الإجابة عندي في الفقرة بتساعد الإنسان في جميع جوانب حياته داخل المنزل وفي أماكن العمل والعلاقات مع الآخرين بعد كده اختر الصواب مما بين القوسين أنا أنظف أسناني نحن نحترم الكبير نحن ونساهم في عمل الخير أنا أحب الرسم وآخر سؤال عندي حل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية يعيب لي كلمة المدرسة الألف والأم مع بعض الحرف السكن واللي قبله بيكونوا مع بعض الميم والدال مع بعض الرأ مقطع لوحده السين مقطع لوحدها التأل مربوطة في مقطع لوحدها كلمة أعتذر الألف والأم مع بعض التأل لوحدها الزل لوحدها حرف الرأ لوحده كلمة التلاميس خلي بالكم التأل حرفه مشدد هتبقى الألف والأم والتأل مع بعض وهقرر التأل تاني في مقطع لوحده عليه شدة والألف والأم مع بعض مد وممدود والميم والياء مع بعض والزل لوحدها كلمة أستطيع الألف والسين مع بعض والتأل لوحدها والطأ وليه مع بعض والعين لوحدها ده شرح الدرس كامل معاني الكلمات أسئلة على الدرس الخاص بالنحو حلت معكم جميع الأسئلة اللي وردت في الكتاب على الدرس وكلها أسئلة موجودة في الكتاب المدرسي يارب أكون بقدم حضراتكم معلومة بوسطة وسهلة دعواتي لكم جميعا حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم مر وزارة